ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال نتحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى فيه ملة أبيكم إبراهيم إبراهيم عليه السلام قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم عز فحكم جل وعلا الهجرة من البلد إلى بلد تكلمنا عنها سابقا وحدثنا أيضا أن إبراهيم عليه السلام لما رأى أن دعوته قد بلغت منتهاها مع قومه في حران خرج إلى مصر ثم خرج إلى الشام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج بل إنه عليه الصلاة والسلام لما كان يتعبد في غار حراء وكان عليه الصلاة والسلام يرأى قومه قبل الإسلام كان يراهم يعبدون الأصنام ويئدون البنات ويعاقرون الخمر ويقعون في أنواع الفواحش فخرج صلوات ربي وسلامه عليه إلى غار يتعبد فيه كان يخرج إليه في الشهر أو في الشهرين يعني يجلس فيه الليالي لوات العدد يجلسوا أحيانا خمسة أيام أسبوع كذا يتزود لذلك يجلس يخلو بربه جل في علاه متعبدا بين يدي الله سبحانه وتعالى فجاء إليه جبريل ونبأه الله تعالى بالنبوة ثم رجع إلى بيته وتحدث مع زوجته هاجر فأخذته إلى ورقة ابن نوفل وهو ابن عم هاجر وكان ورقه رجلا عالما يقرأ في الكتب السابقة كتب التوراة والإنجيل وأخبار الأنبياء السابقين وعنده معلومات أنه سيبعث نبي في هذه الأمة يعني رجل مثقف عالم فجاء وجلس النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه وكان ورقه شيخا كبيرا قد أسن يعني لو كان ربما يعني ننظر اليوم في الأعمار ربما في عمر جد النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عمره في الأربعين وورقة في ذلك الحين فوق الثمانين فلما تحدث معه النبي عليه الصلاة والسلام قالت هاجر قالت خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أخبر يعني أخبر ورقه بما رأيت فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما رأى ثم جعل يتأمل ورقة ابن عم فليتأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر هذا الناموس الذي كان يأتي موسى يعني هذا هو الملك الذي كان يأتي إلى موسى يوحي الله تعالى من خلاله إلى موسى يا ليتني فيها جذعا يعني يا ليتني أكون شابا إذ يخرجك قومك يخرجني قومي والنبي عليه الصلاة والسلام في قومه له مكانته يعني لما أرادوا أن يبنوا الكعبة قبل الإسلام واختلفوا من الذي يضع الحجر مكانه حجر الأسود لأنه شرف فدخل النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليهم قالوا هذا الأمين هو اللي بيحلك المشكلة فأخذه عليه الصلاة والسلام وضعه هو في مكانه وكانوا يسمونه الصادق الأمين حكمونه فيما بينهم ويضعون عنده أماناتهم يخرجونني من البلد قال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم يعني ليش يخرجوني ماذا سأفعل ما الذنب ما الجريمة أو مخرجيهم فقال له ورقه نعم ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه أخرجوهم بين أيديهم وفعلا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته ثم خرج لما ضيقوا عليه وعذبوا أصحابه وخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولذلك قال الله تعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ يعني يسجنوك في مكان ويمنعوك من لقاء الناس قال لي يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله موسى عليه السلام أيضا لما كان في مصر وكان في مصر أنواع من الظلم في عهد فرعون وكان موسى عليه السلام ينصر المظلومة ويقمع الظالمة بقدر استطاعته حتى رأى رجلين كما قال الله تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه في القصة المشهورة فأقبل موسى عليه السلام ليفك بينهما وكان أحدهما متسلطا على الآخر فوكزه موسى أبعده ضربه في صدره فقضى عليه مات الرجل وعلم أن موسى أن فرعون لن يحكم بالعدل بينهما أنه لن يقول طيب هذا ماذا فعل أنت هل كنت متعمدا لقتله هل ضربتك كانت قاتلة أصلا أم أنه سقط على شيء قتل لن يسأل فرعون لن يقيم محكمة عادلة تأخذ بالأدلة وتنظر في الحال وتحقق وتنظر من الظالم ومن المظلوم لا علم موسى أن فرعون سيظلمه فخرج منها طلع من البلد كله يعني نفذ بجلده فخرج منها خائفا يترقب يترقب رصدا وراءه أو طلبا وراءه أو رصدا أمامه خرج حتى أن جاه الله تعالى خرج إلى مدينة إلى جهة الشام من مصر إلى جهة الشام فموسى أيضا عليه السلام خرج المؤمنون كثير منهم خرجوا كما خرج المسلمون من مكة إلى المدينة كما قال الله تعالى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا الرسل و لأتباعهم طبعا أو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّا الظَّالِمِينَ إلى آخر الآيات من الهجرة هجرة للتأديب كما قال الله تعالى وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجَةِ هجرة الرجل لامرأته يعني إنسان فرضا تعامله امرأته معاملة سيئة مثلا وَلَا تَهْتَمُ بِهِ وَلَا تَهْتَمُ بِأَوْلَادِهَا وَنَصَحَهَا وَذَكَّرَهَا مِرَارًا بِلِسَانِهِ وَهِيَا لَا تَسْتَجِيبُ لَهُ فَغَضِبَ عَلَيْهَا وَصَارْ مَا يَنَمْ مَعَهَا كما قال الله تعالى وَاللَّا تِتَخَفُونَ عَنْشُزُهُنَّ قال فَعِذُوهُنَّ عِذُوهُنَّ يعني نصحوهن باللسان وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجَةِ هْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجَةِ يعني لا تنم معها هذا أيضا نوع من الهجرة يقصد به الرجل المرأة لما تنام ثم تقول هذا زوجي ليس عندي ولماذا أنا لا أحسن تعاملي وكذا فهذا نوع من التأديب لها أيضا هذه شيء من خبر الهجرة أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يدلني وإياكم إلى الخير بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة